رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله يتهم قوى خارجية لم يسمها بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد وقال صنع الله خلال كلمة له في مؤتمر النفط والمال في العاصمة البريطانية لندن إنما عرفته ليبيا منذ ثورة من أزمات يتم تحريكها من الخارج وحث صنع الله المجتمع الدولي على إعادة نظر في النهج الذي يتبعه إزاء ليبيا كما طالب بوضع استراتيجية موحدة لحل المشاكل الأمنية في البلاد وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الكلمة التي يلقاها في المؤتمر الذي نظم في لندن وحضره عدد من أهم القيادات العالمية في مجال النفط والغاز بأن المجتمع الدولي ينظر إلى انعدام الأمن في ليبيا كمشكلة داخلية في حين أن الحرب الأهلية الليبية تحركها جهات خارجية لخدمة ما وصفها بالأجندات المختلفة لكن رغم ذلك يقول صنع الله استطاعت المؤسسة الوطنية للنفط في الآونة الأخيرة أن تتجاوز على مستوى الانتاج معدل مليون برميل في اليوم وذلك رغم كل المحاولات الرامية لا زعزعة استقرار القطاع وقال رئيس مجلس إدارة أهم مؤسسة على المستوى الاقتصادي في البلاد إن المؤسسة الوطنية للنفط تتعرض لهجمات متكررة ومستمرة ورغم ذلك استطاعت الدفاع عن نفسها رغم الهجمات العدوانية التي قال إنها يومية هذا وينتظر أن يعقد مسؤولون من المؤسسة اجتماعات مع مسؤولين من شركات روسية بالعاصمة موسكو لبحث إمكانية عودتهم إلى ليبيا وبدء التنقيب عن النفط في الأراضي الليبية